ازايكم يا شباب عاملين ايه? معكم عبداللطيف سعيد. الفيديو ده ان شاء الله ان شاء الله هيكون سريع جدا وخفيف يعني للناس اللي هي عايزة توقف آآ تحدثات نظر عشرة طبعا معروف يعني آآ للأسف في مصر وفي بعض البلاد في القطان العربي الانترنت بطيء جدا وطبعا لو انت بتستخدم نظام نظر عشرة آآ مايكروسوفت مش رحمة الناس وتقريبا بتنزل كل اسبوع حوالي تحدثين فطبعا الموضوع ده مزعج جدا فعلا للناس اللي هي تقدر تعمل خاصة الناس اللي عندها الانترنت سيء وبرده في مصر في ناس شغلة باقات فالباقة بتضيع تقريبا على التحديث فالنهاردة ان شاء الله هقول لك ان انت ازاي تقدر توقف تحديثات نظر عشرة بتلت طرق مختلفة منها تحديث رسمي او يعني هي كلها طرق رسمية معادة طريقة واحدة هقول لك عليها برضو باستخدام برنامج خارجي عشان ما تقولش في الموضوع اكتر من كده نروح للشرح في اول طريقة ولا هي طريقة تقليدية ولا انا بحبها جدا صراحة ولا هو انت جيت هنا عندك على قيمة ستارت لو انت جيت هنا عندك على قيمة ستارت وروح تجايز هنا عندك على تمام هيفتح عندك قيمة دي او قيمة الاعدادات بشكل اماد دوس هنا عندك على بالشكل ده بعد ما تيجي عندك على هتروح جاي عندك هنا على تمام? ساعة ما تيجي هنا عندك على هتروح كيه هنا عندك على اللي هو اللي هو اخر خيار ده مش هارفة رئيس المسترحة اللي هو هنا هتلاقي عندك خيار مهم جدا او ميزة مهمة جدا بقول لك او توقيف التحديسات ده تقدر توقفها لحد خمسة وتلاتين يوم تمام يعني انت تقدر توقف الميزة دي حتى خمسة وتلاتين يوم انا عن نفسي صراحة افضلها جدا لان تحديسات تونس بشكل عام بتبقى مهمة لانها بيتيجي معها تحديسات لغلق صغرات وتحديسات حماية وخلافه فانت ما تمنعش تحديسات بشكل كامل ممكن مسلا تمنعها لمدة خمسة وتلاتين يوم وبعد كده تتعمل تحديس مرة واحدة فانا ارجح جدا يعني الخيار ده وان انت دايما تتاجه ليه كخيار اول بس في ناس مش حابة كده وحابة انها تنهي او يعني معنا اضاك توقفوا بشكل كامل وده اللي هنتوجه للخطوة التانية اما عن الطريقة التانية فهي بسيطة جدا اول حاجة هنا تدوس عندك على زرار يعني عارف انت الزرار اللي هو اللي بيفتح مينيو اللي هو مينيو ويندوز هتفضل دايس عليه وتروح دايس على حرف الار عشان يفتح معاق قيمة او تيجي هنا عندك على اللي هو محرك بحس كور تانا تحت وتكتب هنا او هزا اللي عندك بالشكل ده هتروح جاي فتحه تمام وبعد كده تروح مدخل الامر ده اللي هتلاقي عندك موجود في الموضوع اللي هدقى عندك موجود تحت في اللينك اللي في الوصف تمام يعني هتخش عندك في اللينك اللي في الوصف تحت الفيديو ده هتلاقي عندك الموضوع كامل جوا كافة الاكواد اللي هتحتاجها وشرح كتابي كمان للناس اللي مش حابة تشوف فيديو تمام هتروح هنا جاي دايس على يعني بعد ما ندخل الامر ده هتروح جاي دايس على ومن هيزهر معاك الصفحة دي طبعا الصفحة دي فيها اللي هي كافة الخاصة بينظام ويندوز بشكل عامل اللي هي السيرفز او الخدمات فهتنزل عندك تحت خالص عند يعني هتنزل تحت عندك خالص على اللي هي اللي هي اللي هي اول وحرف وتنزل لحد ما تيجي عندك بشكل ده تمام بعد كده تروح دايس عليه وهتيجي هنا عندك على تمام هتروح عندك هنا هتلاقي عندك او اي حاجة من دول هتيجي عندك هنا على اللي هو إلجاء التفعيل بعد كده تروح جاي دايس عندك طبعا هتروح دايس على اساس ان انت توقف التحديثات تمام يعني انت كده اخترت بعد كده تدوس جميل طيب هتيجي هنا عندك بقى على بعد كده تروح جاي عندك على اول خيار اللي هو تمام هتروح جاي عليه وبعد كده تروح جاي دايس عندك على تمام كده انت وقفت التحديثات بشكل كامل ومش هيتحدث معاك باي شكل من الاشكال مرة تانية اللي انت اصلا قطعت الاتصال اللي هو السيرفيس او الخدمة اللي هي بتعمل الابديتس على ونزل قطعت الاتصال بيها انت تماما فما تلاقش مع النقطة دي تمام مش هيحدث معاك نهائيا طبعا لو انت بقى عايز ترجع على نفس الخطوات تانية على اساس لو انت مسا عايز ترجع على تاني هتعمل هنا نفس الخطوات هتروح جهة هنا عندك على اللي هو الجنرل بشكل عام مرة تانية هتروح جاية هنا مختار اللي هو المانيول بعد كده رح جايات به استار تمام هتستانى مما يعمل او يحمل اللي نقطة دي بعد كده رح جاي على بعد كده قد ترجع إدعي دائش علىтив ثم聲 كده انت لجعت لابديتس مرة تانية في حل اخير والناس اللي هي مش حابة تخش في الاحوارات دي كلها بقى وتخش على اللي هو السيرفز والكلام ده كله في حل اخير بسيط جدا وهو باستخدام برنامج خارجي او برنامج طرف ثالث وانا عموما ما برجحوش قوي بس لناس اللي عايزة تريح دماغها البرنامج ده امن تمام فنتوجه له بازن الله هسيب لك لينك البرنامج ده تحت او اللي هو اللينك الموجود في الوصف زي ما انا ذكرت قبل كده هتلاقي عندك تحت تمام هتخدش على لينك في الوصف بعد كده هتقرأ عندك الموضوع وانت وج tiger hin هتلاقي عندنا على طول على دولو حتى البرنامج خفيف جدا او تقريبا هولي ميجا وستوى وميدة كيلبيت أو كيلو بيت في الناس بيتعليه عن النواتي بعد كده رح جايي دايس علي اس ومن ياس هيظر عندي البرنامج زي ما اختباه بعد كده رح جايي دايس على نيكيست ثم نيكيست ثم نيكيست بعد كده اقول له هنا انا عايزة اللي هو شرطها باستخدام ديستوفgt وانستال وبعدin wahres بعد كده روح جاي دايس علي اي 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 يعني يعني اتمنى انا اكون فتك واتمنى بقى ان انتم منسوش تعملوا لايك للفيديو كمان اشترك في القناة وفعلوا الجرس ولا في نقطة انت مش فاهمها اتمنى ان تتسيب لي تعليق تحت الفيديو بازن الله هحاول ارد عليكم اه بس خلاص هو ده كان الفيديو اشترك وفعل الجرس تمام ما تنساش اللايك للفيديو لانه مدعمنا جدا بس خلاص شكرا جدا لكم والسلام عليكم